اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما اغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي وتجاوز عن سيئاتي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات ويا غافر الزلات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم في هذا الشهر الكريم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وقضي عنا ديوننا يا حبيبنا يا الله ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهي كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمنع مع الذنب من العطاء فإن غفرت فخير راح من أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت اللهم يا من على العرش استواه يا من خلق فسواه وقدر فهداه وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه يا من أضحك وأبكى وأمات وأحياه وأسعد وأشقى وأوجد وأبلاه ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع اللهم يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدا من ضلالة وأنقض من جهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقناشا وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا فيه من الراشدين يا أكرم الأكرمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما نختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا اللهم إني أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك اللهم فالق الحب والنوا ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يا من جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم يا من خلق الأرض والسماوات العلا يا رحمن على العرش استوى يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا من يعلم السر وأخفى يا من له الأسماء الحسنى يا من مع عباده يسمع ويرى يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب اللبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي اللهم ربنا أكرمنا في رمضان بمغفرة من عندك يا غفور يا رحيم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب عالم الغيب والشهادة أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفى وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عبد وأولى من دعي وأبر ومن أجاب اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الموازين وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إني أسألك ثواتح الخير وخواتمة وجوامعه وأوله وظاهره وباطنة والدرجات العلا من الجنة يا كريم اللهم بارك لي في سمعي وفي نفسي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي واغفر سيئاتي اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي اللهم رب جعلني لك شكارا لك ذكارا لك رحابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنا ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك ولا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تفتنا في ديننا واجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل خير أعمارنا وواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود المكع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت فعال لما تريد اللهم ارحمني فأنت خير الراحمين وارزقني فأنت خير الرازقين واغفر لي فأنت خير الغافرين وانصرني فأنت خير الناصرين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أكثر مالي وولديه وبارك لي فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك واتفقه في دينك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا شكرا